تسلم صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقع رسالة خطية من أخيه صاحب السمو الفريق أول ركن الشيخ محمد بن زايد آل نيان ولعهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تتصل بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين كما تضمنت دعوة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لحضور سباقات الجائزة الكبرى للفرمولة واحد التي ستستغذفها أبو ظبي جاء ذلك لدى استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لسعادة السيد عبد الرضا عبدالله الخوري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين صباح اليوم بقصر الإقضابية حيث سلم سموه الرسالة وخلال اللقاء وصف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء العلاقات الأخوية التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بأنها علاقات وثيقة وراسخة ولها أصلها وامتدادها في تاريخ البلدين لافتا سموه إلى أن هذه العلاقة التاريخية سواء في سياق مجلس التعاون أو في الإطار الثنائي هي مثال حي للخوة وتحقيق المصلحة المشتركة لشعبي البلدين الشقيقين وفيما أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن شكره وتقديره لأخي ولي عهد أبوظبي ولينا بالقائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة فقد أشهد اسمه بدوري ولي عهد أبوظبي وجهوده بمجال الرياضة بشكل عام ورياضة السيارات بشكل خاص التي استطاعت مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة استقطاب مسابقاتها العالمية إلى المنطقة